اهلا بكم اعزائيكم المشاهدين في حلقة جديدة من برنايع في بيتنا مدرسة والنهار ده احنا بنتكلم او بنستكمل مجموعة الحلقات بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها عن شعب والتخصصات التعليم الفني ومكوناتها ويه متقدل ايه بعد دراستها بعد التخرج من مرحلة الديبلوم كتير جدا مننا في مرحلة التعليم الاعدادي بعد ما بتخرج بيفكر كتير انا لو دخلت تعليم فني هو ايه اللي في التعليم الفني كويس وايه اللي في التعليم الفني مبلاش اعدي ناحيته او ان انا احاول ان انا ادخله ومستقبلا هيكون معايا مش مظبوط في بعض الولاد هنلاحظ معاهم ايه بعض الولاد عندهم مهارات بيقدروا ان هم يعملوها باديهم يعني المهارات ديت احنا بنسميها ابداعات بنسميها مسميات كتيرة جدا بنقولها ليه الولاد لكن هي في النهاية هي مهارات عند الولد محتاج تنميتها عشان ينميها لازم يكون موجودة عنده في التعليم الفني عشان يقدر يطلع بنتيجة كويسة النتيجة الكويسة دي هتكون مبنية على المهارات اللي هي عند الولد او البنت اللي هو خلاص هي قريدي عنده هو بيقدر يعملها هو بيحب ده بيحب الفك والتركيب وبيحب الابداع مثلا بيقول ايه بيحاول يخترع بيحاول يعمل حاجة جديدة من حاجة ما حدش بيستخدمها بالشكل بتاعه قبل كده فبالتالي محتاج ان الولد ده انام مهاراته ومش هيتم تنميتها غير لما يكون بيدرس تعليم فني مثلا بيحب شغل الكهرباء وبيبديع فيه فبالتالي لو التحق بقسم الكهرباء هيقدر يوصل به يعمل دوارة إلكترونية كويسة يدخل قسم إلكترونيات محتاج يعمل القطع معدنية يشكلها محتاج يدخل ميكانيكا التشغيل وهكذا بقى كل الشعب بتاعتك هو بس الطالب بتاعي هو مبدع في ايه او يقدر يبدع في ايه او من ضمن نسميها الجزء اللي هو بيحبه فيه أثناء عمله في الوقت العادي لأ انا حاول ان انمي المهارة دي فيه عشان خاطر يطلع بمنتج كويس هو كمان يكون هو بيشتغل او بيعمل حاجة هو بيحبه في بعض الاحيان بين القطالب الخارجي الاعدادي بيدخل تخصص غصب عنه هو بسبب مجموعه مش بسبب حاجة تانية هو دخل عندي المدرسة وعارف ان المدرسة عندي فيها اقسام ميكانيكية اقسام نسجية اقسام زخروفية اقسام خشبية وهو عام حسابه انه يدخل قسم من الاقسام الميكانيكية بيتفاجئ بنفسه في قسم من الاقسام الخشبية هو مجموعك اللي ودك كده لانه طبعا القسم او الاقسام الخشبية بتحتاج مجموعة بسيط لان الدراسة فيها ابسط فبالتالي مجموع القبول فيها بيكون اقل شوي عشان كده ما نزعلش لما ننزل على قسم من الاقسام اللي بتاخد مجموعة اقل الدراسة في النهاية ده دبلوم وده دبلوم هنا بيدرس صناعات خشبية هنا بيدرس صناعات ميكانيكية ممكن السوق في وقت ما انت تتخرج يكون متجه للصناعات الخشبية او ممكن يكون متجه للصناعات المعدنية يعني ممكن يكون مثلا ايه متجه ليه فيه طلب كتير جدا على قطع الغيار المعدنية للمكينات في وقت من الاوقات لا انه مش محتاج التصنيع ده انا معتمد على الخشب بشكل كامل دلوقتي في بعض الاحين تلاقلني السوق متجه ليه التصنيع بالكرتون محاول الكرتون ليه خشب مضغوط وبيبدأ ان يشتغل عليه دلوقتي يمكن الصناعات الخشبية بقت مطلوبة اكتر دلوقتي من المكينات والمعدات الموجودة عندي في عملية تشكيل الاخشاب يمكن المكينات مشابهة للمكينات الموجودة عندي في قسم الصناعات المعدنية او الميكانيكية انا انا فكرة احنا عندين كمان صناعات معدنية غير الميكانيكية انا عندي كذا تخصص بيشكل في المعدن وكذا تخصص بيشكل في الخشب ده اللي احنا هنشوفه في تركيبة الصناعات دي او تركيبة الشعب دي لما نيجي نتكلم عنها بالتفصيل واحنا بنشرح تخصصات والنوعيات بتاعتها احنا هنا طبعا مش بنشرح الفنيات الموجودة جوة التخصص لا احنا بنعرفك يعني ايه تخصص ميكانيكا لكن أسد زيتنا اللي هيكونوا بيساعدون معنا وبيتكلموا في الموضوعات دي هتلقى ان كل أستاذ منهم بيجي بتخصصه بيبدأ يشرح المواد الفنية الموجودة عنده بيشرح هو التأهيل هيأهلك لايه التخصص ده بعد عملية التخرج طب هتقابل ايه في الكلية هتقابل ايه في سوق العمل ايه المهارات اللي تخلي بالك منها أثناء دراستك في مرحلة الدبلوم ايه الفنيات اللي انت لو اتعلمتها تكون مبدع في شغلك في التخصص ده في مبعد أو أثناء دراستك كل دي حاجات فنية هيقولها طبعا الأسدزة أو الزمل اللي هيكلموا عن فنيات التخصص لكن احنا هنا حلقتنا بتتكلم عموما عن التخصص من الخارج هو ايه التخصص ده ايه التخصصات الموجودة فيه ايه الأشكال اللي انت لو دخلت التخصص ده هتنفذها في مبعد بالتالي موضوعنا النهاردة بقدر يمكنها هيكون عن التخصصات أو الشعب الميكانيكي الشعب الميكانيكي شعب كتير جدا يمكن من أكبر التخصصات عندي هو الميكانيكا الميكانيكا بمعنى شعبة خلي بالك عشان فيه مادة تانية اسمها ميكانيكا هتلاقيها موجودة في مجموعة من الصناعات الصناعات مالهاش علاقة بالكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي دي مادة معينة اسمها ميكانيكا اه او بنيها مسمتين اسمها تطبقات تكنولوجية وليه كل يعني كتاب نفسه اه ما اسموش ميكانيكا لكن المادة مسمها من زمان ميكانيكا طب نرجع للتخصصات الميكانيكية انا زي ما اتكلمنا عن التخصصات في التعليم الفني وقلنا انا عندي تعليم فني نظام خمس سنين ونظام ثلاث سنين الخمس سنين ده نوع لوحده في شعب ومسميات معينة والثلاث سنين نوع تاني بس متقسم لانواع فيه ثلاث سنين مزدوج فيه ثلاث سنين مهني فيه ثلاث سنين اه عام اللي هو العادي بتاعنا وفيه نوعي يبعنا عندي اكتر من نوع موجود قدامي اه اقدر افاضل ما بينهم طب يعني المدارس التكنولوجيا مفيهاش ميكانيكا لا ابدأ فيها نظام تاني وفيها تخصصات تانية وفيها نظام دراسة مختلفة تماما يمكن كل مدرسة في المدارس التكنولوجيا بيبعا فيها جزء من الميكانيكا على جزء من الكهرباء ايا كان كمان التخصص اللي شغال معايا لانها تخصصات فريدة بتتكلم عن او بتشتغل او بتدرس حاجة معينة مرتبطة بسوق العمل اللي حواليها خلي بالك عشان لما تروح لأولون تناوي تلتحك به مدارس تكنولوجيا التخصصات اللي فيها بتخدم السوق اللي حواليها كسوق اه عمل فبالتالي الخريج اللي بدخل المدارس دي في البداية بيتعلم حاجات هتأهله لسوق العمل المرتبط بالمدارس دي بس يعني مثلا لو رحنا على مدارس الميكاترونيك او اللي هي فيها الجزء ده اللي بيدرسوه النوع ده من الدراسة فبالتالي هي ميكينيكا مع كهرباء الاتنين مع بعض بيدرسوا مع بعض تخصص واحد فبيطلع لي منتج جديد دارس ميكاترونيك ده طبعا منتخصات مطلوبة في سوق العمل دلوقتي يمكن عدد العمال اللي فيه بقليل بيحاول طبعا ينمي النوع ده من الانواع الفنيين عشان خاطر يقدر يغطي سوق العمل المهم عندي سوق العمل طيب تعالوا بقى نتكلم عن التخصصات الميكينيكية ونشوف هي متأسمة لشعب ايه عشان خاطر اشوف الشكل بتاعنا طبعا الصناعات الميكينيكية هي الصناعات ميكينيكية النظام 3 سنين ده نمرة واحد هنشوف التلات سنين بيتأسم لإيه عند نظام الرسمي بيتأسم ليه تشغيل معادن تشكيل والحام اجهزة دقيقة وتحكم السباكة والنمازج اوالب وسطنباط بلاستيك دي اسامي الشعب اللي عندي اللي بتندرج تبع قسم الميكينيكا او طبع التخصص الميكينيكا يبقى تشغيل معادن تشكيل والحام اجهزة ضقيقة وتحكم ممكن التخصص ده فيه تعدلات حصلت عليه كتير السباكة والنمازج السباكة ده اللي بيعمل عملية سبك للمعادن اللي بيطلع النمازج اللي انت بتبدأ ان انت تشتغل عليها وتبدأ تضيف عليها الاستنباط نفسها عشان خاطر برضو من ضمن التخصصات الميكينيكية اللي هو بعمل استنبا وبصب فيها شكل والشكل ده ببدأ ان استخدمه بعد كده كمنتج كمنتج يعني لا التخصص مليان تخصصات الميكينيكية مليانة بس بتعتمد على الشغل بالمعدن سواء كان المعدن سائل او المعدن صلب فتعالوا نشوف بقى ايه ازاي الكلام ده بيتم فيه التخصصات دي وايه هي التواصل ما بينهم وبين بعض بعد كده عندي بالنسبة للتعليم المزدوج عندي ميكينيكا سيونة واصلاح ميكينيكا تركيبات سيونة واصلاح معدات تقيلة ميكينيكا قوة فني سيونة ميكينيكية عسام الشعب التخصصات اللي تابع النوعية يعني سهل تغيرها في اي مرحلة يعني ممكن الساندي مثلا نحن طبعا لسه الساندي النساءات بتاعتها هتبدأ تنزل او ممكن تكون بدأت تنزل فعلا في بعض المحافظات لكن ممكن تيجي مثلا في فترة من الفترات تيجي تسأل عن ميكينيكا تركيبات ما تلاقيهاش موجودة في المدارس لانهم اكتفوا بالعدد اللي تخرجوا بالشكل ده فبيبدأ يشوف تخصص تاني فبالتالي اصبح دلوقتي عندي في مرونة في فتحه وقفل التخصصات في التعليم الفني ده طبعا بيساعد ان سوق العمل انه هو يكون متطلبات وجهزة عندي وده طبعا اللي حصل دلوقتي ما بين من ارتباط ما بين السوق وما بين القطاع التعليم الفني كمان فاصبح طالبات السوق بينفزها قطاع التعليم الفني بفتح تخصصات جديدة بقفل تخصصات خلاص بقيت مش محتاجها السوق لانه خلاص الصناعة اتغيرت انا مثلا فيه صناعات بشكل معين هي السوق ما بقاش بيصنع بالهيئة ده او بالشكل ده بقى يصنع بنظام تاني فبالتالي باخد التخصص بغيره بالمسمى الجديد وببدأ ان انا احط فيه الماكينات الخاصة بالنوع ده من التخصص فالتغير والتطور بقى مستمر يمكن المرحلة الجاية ان شاء الله مع التطور اللي حاصل نظام تلت سنين كان له شكل معين وخمس سنين برضو كان مطابق معاه في نفس الطريقة لهم مناهج سابتة مناهج كان بيقعد مثلا سنين كتير جدا موجود في المدارس بيتم تدريسه فبالتالي كان السوق بيتطور بره لكن المنهج سابت جامد السوق بره بقى فيه مكان بيشتغل بشكله معين وبسرعة معينة انت هنا كنت لسه بتعتمد على المكان البطيء يعني انت مثلا ممكن هنتكلم عن مثلا تخصص من تخصصات الفنية وليكن مثلا انا بصنع سوستة كل عشر دقايق بطلع سوستة بطول سانتي على مكينة من مكينات الخاصة بقسم ميكانيكا مكينة خاصة بتصنيع المسانير مثلا بعمل مصمار كل خمس دقايق لكن دلوقتي انا عندي في السوق بعمل مصمار كل نص ثانية يعني تصنيع مصمار بياخد من المكان نص ثانية كان زيما بياخد خمس دقايق دول انت دلوقتي بتشغله في نص ثانية فاصبح ان اللي انا بادرسه في المدرسة كان مختلف تماما عن اللي بقى عليه في السوق فبالتالي كان عند مشكلة في الخرجين الخرج كان بيدرس حاجة السوق مش موجودة فيه خلاص انتهت او اندصرت بالتالي المدارس كلها دلوقتي بدأ يحصل فيها تطوير وبدأ يتشال منها المشاكل دي كلها واصبح ان معانا منك طبعا مع نظام الجدرات اللي هيكون موجود معانا في الفترة الجاية يمكن هو مطبق السنة دي على 150 مدرسة ان شاء الله السنة الجاية هيزيد عليهم كمان ان شاء الله 300 مدرسة فبالتالي المجموعة هيصل ل450 مدرسة ال450 مدرسة دول هيدرسوا تخصصات تخصصات الجديدة بشكل جديد بقت حاجة تشبه المهن بقت مثلا انت عايز النسيج فانت داخل للنسيج عايز ميكانيكا التشغيل فانت داخل على ميكانيكا التشغيل بس تدرس ميكانيكا دي وبس بالتالي الوحدات اللي موجودة فيها هتساعدك ان انت تكتسب المهارات الخاصة بتخصصك في الجزئية دي وبس طيب ونظام الامتحان بتاعها زي امتحانات العادية لأ اختلفت برضو الامتحان تماما بقى الامتحان بيبقى موجود او بقى بيقيس مدى اكتسابك للمهارات في التخصص ده المهارات اللي محتاجها سوق العمل انا محتاجك ان انت مثلا تقدر تنفذ مهمة بتسلسل معين في وقته معين عشان بعد ما تبدأ ان انت تنفذ المهمة بتاعتك يطلع المنتج المطلوب انا ببدأ ان انا اتفرج عليك وشوفك انت بتنفذ الكلام ده ولا لا هنلاقي الكلام ده موجود عندي فيه جميع نوعيات التعليم صناعي وزراعي وتجاري وفندقي بيكلموا عن الجزئية دي انا داخل اتعلم مهارة انا الراجل هشتغل مثلا وليكن مثلا في قسم السيارات هشتغل على تجميع المطور انا شغلتي المطور مش محتاج ان ادرس حاجة تانية غير المطور فبالتالي انا بادرس بعض الفنيات اللي تساعدني على تنفيذ مهمتي بس انا في النهاية تخصصي طبعا انا هو تخصص ده مش بالشكل ده سهل منتكلم كمثال خلينا في مثال في الملابس ممكن ملابس كل الناس تكون فهمة يعني ايه ملابس وانا احنا منتكلم في جزء ده انا شغلتي في النهاية اطلع او افصل اميس انا شغلتي بعد اما اخد الدبلوم ان انا شغلتي افصل افصل ايه افصل اميس هل له لازم ان انا ادرس مكنة العراوي اه لان الاميس في عراوي فبالتالي لازم يكون عندي فكرة عن مكنة العراوي وازاي بيتم عملها والمسافات وكل ما هو فني بالنسبة للتخصص ده فبالتالي لازم هدرس المكنة دي طيب المقص هو انا هدرس القص اه طبعا لازم تدرس بطرون لان انت هتقص فبالتالي لازم تكون عندك دراسة فنية ليه جزء ده فبالتالي بروح اتعلم بطرون طيب التركيب بقى بركب القطعة مع بعض بعد قصها على البطرون يبقى عملية التركيب يتتمع على مكنة الحياكة بس وانا في خط الانتاج ببقى شغال بقى من مرحلة واحدة طب وانا لما عملت البطرون وجبته وانا هشتغل مرحلة واحدة زي ما انا هكون في المصنع لا انت لو انت شغال بمشروع صغير في البيت انت هتعمل البطرون كله في مع نفسك لكن لو انت في خط الانتاج انت بتعمل خطوة من مرحلة بس وانت شغال لازم تبقى عارف المرحلة كلها مشة ازاي كلام ده بينطبق على الاقسام النسجية الاقسام الميكينيكية السيارات التبريد الكهرباء بكل تخصصاتها الزخرفة كل دي تركيبة لاكتساب المهرات ايه بالغرض في النهاية من دراستك في التعليم الفني ان انت تكتسب مهرات معينة ساعدك في المستقبل على العمل في مهنة معينة المهنة دي ايا كان نوعها فانت بتدرسها كلها واثناء شغلك انت بتنفذ خطوة من الخطوات طب ليه طب انا درست كل ما انا نفذ ادرس الخطوة دي بس لا انت بتدرس خطوة من الخطوات عن الخطوة دي او المرحلة دي يمكن ده الاساس في موضوعنا في الجزئية دي طيب نرجع تاني للاقسام الميكانيكية وطبعا عندي في الاقسام الميكانيكية عندي برضو نظام المزدوج عندي مزدوج انتاج حربي ده طبعا نوع من انواع الخاصات اللي عندنا خاص بمدارس الانتاج الحرب وده نوعية بتدرس مناهج خاصة هنلاقي فيها ميكانيكا تركيبات وصيانة ميكانيكية وتشغيل ميكاني وتشكيل ولحام ورسام صناعي ممكن تتخصص فريد برضو موجود في الانتاج الحربي والكمية الصناعية برضو من التخصات الفريدة الموجودة عندي في الانتاج الحربي انت ناوي تدخل اي تخصص من دول يبلغت خاصات دي موجودة في الانتاج الحربي وطبعا نحن فيه مصانع الانتاج الحربي طبعا لها طبعا الوزارة لوحدها لكن هي جزء من الصناعات المهمة اللي موجودة عندنا مش شرط عشان ايه انتاج حربة كنت بتصنع فيها اسلحة لا ده مصانع الانتاج الحربي دلاتي بتصنع حاجات تانية كان بالاضافة للأسلحة وهي بعض الصناعات اللي هي بتساعد فيه عمليات الايه الاستخدام اللي هي ممكن بتغطي جزء مفقود من السوق فطبعا الصناعات الحربية طبعا احنا عارفينها جودتها عالية جدا وحتى الخامات بتاعتها خامات ممتازة فبالتالي هنلاقي حتى كتير مننا زمان وحد النهاردة بيجري او بيدور على الحاجات المصنوعة في المصانع الحربية لقوتها ومتانتها وكمان اللي تصيانتها يمكن دي ميزة من الميزات الخاصة بالتصنيع في المصانع الحربية وطبعا بالتالي هم عندهم مدارس مخصصة للصناعات دي بيقدموا فيها المنهج الخاص بيهم اللي هو بيساعدهم على تنفيذ المهارات بتاعتهم او ان هو بيجيب طلبة بيكسبهم المهارات المطلوبة في النوع ده من الصناعات ده طبعا حاجة جميلة جدا حاجة كويسة ان يكون في معظم المصانع في النوع ده من انواع الدراسة يمكن ده نظام من انظمة الدراسة عندي في المزدوج لكن في مزدوج تاني اللي هو المزدوج العادي اللي انا ببقى رايح في المدرسة وبختار مصنع مناسب ليه قريب من السكن في الصناع بتاعت لكن هنا في المصانع الحربية معروف ان المصنع الحربية ما كانوا فيه والمدرسة بتكون داخل المصنع وطبعا بيكون تحت إشراف الجزء الخاص منه اللي هو خاص بالمصنع بيكون تحت إشراف وزارة الانتاج الحربي أما الجزء الثاني بيكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد كده الصناعات الميكانيكية نظام الخمس سنين وديبطى نقاسم لتشغيل مكني تشكيل والحام ومعدات هيدرليكية تكنولوجيا البترول تكنولوجيا البترول مش موجودة في مدالس كتير لكن هو تخصص فريد وموجود في الخمس سنين في التخصصات الميكانيكية وطبعا أشهر المدارس الموجودة فيها دي مدارس موجودة في محافظة الإسكندرية طبعا في مواصفات كتير جدا عشان أقدر أخطار المدرسة دي بعينها أنها تكون في المكان ده أو في المحافظة دي احنا تكلمنا فيها قبل كده أن في عوامل كتير جدا لاختيار المدارس اللي يكون فيها التخصصات دي طبعا في تخصصات كتيرة جدا تم فتحها وتم إدرجها تحت التخصصات زي اللوجستيات مثلا في بورس عيد بعد فتح القناة التانية أو الفرع التاني للقناة طبعا احنا فاهمين أن الجزء ده طبعا هيحتاج دعم في بعض الصناعات فبالتالي كان تخصص اللوجستيات ده من دم تخصصات جديدة الموجودة عندنا في التعليم الفني وطبعا ده من تخصصات المهمة طبعا غير تخصصات الخاصة بالطاقة الشمسية كمان من دم تخصصات جديدة اللي تم افتتاحها في تعليم الفني وبدأ يكون في مدارس خاصة بها في إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو عن طريق طرق تانية بس في الأغلب بيكون الدراسة بتتكلم أو الشعب عندنا بتتكلم عن الطاقة الشمسية تعال نرجع ليه الصناعات الميكانيكية والصناعات الميكانيكية من الصناعات الجميلة أنا عن نفسي شخصيا بحب الصناعات الميكانيكية ليه؟ أنت بتجيب قتلة من المعدن بتشكلها بتطلع حاجة جديدة بتطلع منتج المنتج ده بيكون قتعة غيار مثلا هل قتعة الغيار بشكلها الطبيعي ده يعني قتعة معدن وتم تشكيلها وبس ولا فيه فنيات كتير بخلي بالي منها فيه فنيات كتيرة جدا لازم أخلي بالي منها وخصوصا في التعامل مع الأجزاء المعدنية في بعض الأحيان بتكون أحكمها دقيقة جدا وفي بعض الأحيان بتكون أحجامها كبيرة تعالوا نشوف عمليات الخرط أو خراطة المعدن بتتم إزاي؟ هنا طبعا الفيديو اللي معنا ده هي ديني قتعة خام هنا بيتم آآ تشكيلها أو تشغيلها على المكينة طبعا اخترنا الفيديو ده طبعا آآ زميلنا للأقسام الخراطة أو تشكيل المعدن آآ عارفين طبعا المكينة دي تسمى مكينة سيني سي فيه هنا طبعا كان عندنا لها حلقات كتيرة جدا شغالة بتتكلم عن النوع ده من أعمليات التصنيع هنا طبعا المكينة تشغالة بالكمبيوتر بالكامل آآ نقدر نتابع الحلقات الخاصة بالسيني سي وهنعرف كتير جدا عن المكينة دي عن خصائصها وعن طرق برمجتها وطبعا آآ في لها منع كبيرة عندنا في التخصصات الميكانيكية هنا طبعا عملية تنعيم السطح للقطعة اللي تم تصنيعها على المكينة بالشكل ده طبعا كون ان فيه قطعة من المعدن بيتم تشكيلها وبتطلع في النهاية بالمظهر والهيئة دي طبعا حاجة جميلة جدا ان اشوف مكينة بتنفذ الكلام ده بشكل آآ اوتوماتيك طبعا فيه مسميات للأجزاء اللي بيتم تنفذها على المكينات مثلا زي ممكن يقولك الشغلة يعني دي طبعا مسميات فنية داخل التخصص طبعا مكينة بتغير آآ زي ما احنا شايفين كده آآ ساعة بتغير بونتة ساعة بتغير السلاح اثناء ما هي شغالة طبعا كل دو بيتم برمكته من البداية هنا فيه عملية حفر شغالة طبعا في طرف من الاطراف هنا زي كتابة بيقوم بعمل كتابة على السطح بالقلم كل ده حفر بغير البونت تم عملية فتح او تف يعني فيه جزء هنا بيتفتح في القطع اللي موجودة عندي دي انا هنا بيغير طبعا الاسلحة ان كان بونتة ان كان كده داخل كده على مرحلة تنعيم بعد عملية الفتح اللي فتحها فيه جزء الخلفي ده بنعم السطح الداخلي بعد عملية الحفر طبعا كل حاجة هنا من او كل الخطوة هنا بيتم تنفيذها على المكينة معمول حسابها اسناء برمجة المكينة طبعا من المكينات الجميلة عندنا انا شايفين طرد تصنيع جميلة جدا وكتير جدا بيكون حابب يعرف عن النوع ده من الصناعات هي طبعا اللي بيتم قص القطعة اللي تم تنفيذها من الاستوانة المعدنية اللي كانت موجودة عندي على المكينة تم قصها وسحبها بايدا عن المكينة طبعا الظرف بتاعي يبدأ يركب فيه قطعة الشغلة اللي هو هيقوم بعملية تشغيل سطحها الخلفي بيقوم بعملية التنعيم طبعا فيه غرض اساسي من تصنيع القطعة دي طبعا ده بيبقى على حسب المطلوب في الاستخدام هي طبعا دي مجموعة القطعة اللي تم تصنيعها على المكينة ميزة جبيرة جدا في النوع ده من المكينات بما ان هي بتشتغل عن طريق الكمبيوتر او بيتم برمجتها عن طريق الكمبيوتر فبالتالي جميع القطع اللي بيتم تنفيذها على المكينة كلها وحدة في الحجم والشكل والمظهر يبقى ان انا استفدت من الصنع بتاعتي دي ان انا طلعت قطع تم تشغيلها على المكينة وطلعت بنفس المواصفات طب ليه بنفس المواصفات طب اليدوي ما هو طلعري بنفس المواصفات اقولك لا مهما كان اليدوي لازم يكون فيه فرق ولو من لوحد لو حتى العامل بتاعي ماهر جدا وشاطر جدا لازم يكون عنده اختلاف وليكن واحد في المية لازم يطلع عنده اختلاف اختلاف في الميل اختلاف في عملية التنعيم اختلاف في عملية في اماكن الحفر نفسها فبالتالي لما يجا جمع القطع المعدنية دي مع بعضها هلقاها مختلفة هلقاها ما بتتجمعش على بعضها هلقا فيه مسافية محتاج عمليات تعديل وتجهيز داني عشان خاطر اظهر بالشكل المطلوب هلي جينا طبعا من تشكيل المعدن هنطلع على تشكيل المعدن تعالي نشوف قطعة معدنية مسطحة القطعة دي قدامي هي رجبت على المكانة بتاعتي هنا طبعا بتنزل عن طريق الاوناش طبعا هنا الاحجام كبيرة والاوزام برضو كبيرة المشكلة عنده في قسم ميكانيكا في بعض الاحيان بيتشايفين كتلة المعدن دي حجمها قدي ايه وصمكها كمان قدي يمكن صمكها كبير مسلا وليكن هيعدة ستة سنتي اني شايف الصمك مع الصورة كبير هنا طبعا بيتم وضعها الماكينة بالشكل ده وتثبيتها الماكينة ديت هتقوم بعملية ضغط على الكتلة بتاعتي عن طريق مجبس بالشكل ده كده وهكذا هيبدأ الماك بس يضغط في اجزاء معينة في الكتلة اللي قدامي دي بضغط معين وهكذا بيقعد يضغط عليها في اطرافها هو بيحولها لجزء مقعر ايا كان السمك بتاعها بيقوم بضغطها عشان يديني الجزء المطلوب او الدوران المطلوب بيهم بالضغط بيفضل يضغط معاها بيضغط في الاطراف هنا زي معينة شايفين بيجي هنا في الاطراف بيعمل ايه فيه طبعا مكان عشان يدوس او يدع عمليات الضغط عليه عشان يديني الشكل ده هنا بيضبط الاطراف عشان يديني الجزء المقعر اللي هو فيه النهاية الطرف بتاع القطعة هي دي بقطعة لكت مسطحها من شوية بعد ما تم عليها عمليات الضغط بالشكل ده ظهرت بالمظهر ده حاجة كده تشبه الطبق بس بحاجة كبيرة دي ممكن تستخدم فيه استخدامات معينة على حسب الايه المطلوب من اه تشكلها تشكلت بالشكل ده ممكن تكون مسلا فيه تستخدم في مرجل مرجل بخيري مسلا الحجم ضخم في ممكن تستخدم في حاجة زي كده هنا طبعا ده اللي احنا شفناه من الاستوانة هنا طبعا بعد كده عندي عمليات لحام المعادن هنشوف هنا اه قطعة معدنية اه زي ما احنا شافين فيها اللحمات انا محتاج ان الاماكن الفرغة دي دي تحصل يحصل لها عمليات لحام عشان اقفل او اقوي الجزء المعادني ده واخليه اه كله قطعة واحدة هنشوف كده هنا طبعا لازم فيه وسيط لازم يكون عشان اعمل عمليات اللحام هي طبعا ده اللحام الكهرباء طبعا بيديني درجة حرارة عالية مع تلامس قطعتين المعادن مع بعض الشرارة دي هي ديت اللي بتقوم بعملية اه تشغيل ابرة اللحام عشان يقوم بعملية اللحام بالشكل المطلوب هنا طبعا بعد ما عمل اللحام في الجزء ده هيبدأ ينظف اللحام بتاعه هيشيل الزيادات او الجزء اللي عامل تفحم في السطح عشان يبين المعدن اللي تحته بينضفه بالفرشة كده بقى عنده الجزء المعدني بس هيقوم بتنعيمه وتسويته عشان يظهر اللحام ده بمظهر مختلف طبعا احنا ليني المظهر الافضل فهو بقدر الامكان هيحول هالي لشكل كويس يبقى اه اقدر استعمل القتعة المعدن بدون ما تحصل مشاكل هي طبعا قتعة معدن برضو هترتبط بقطعة تانية هون برضو بعملية اللحام عليها هي طبعا الشرارة بدأت ان هي تطلع اول ما لمس القتعتين المعدن بسبب توصيل اه انت عارفين طبعا الراجل بتاع اللحام دايما بيحط سلك من المكنة على الجزء من جسم المعدن اللي هيقوم بلحامه عشان يتحصل الشرارة بتاعت اللحام بالشكل ده طبعا دي فيها حاجات فنية كتير جدا هنقدر احنا نعرفها ان شاء الله مع الحلقات الخاصة بالقسم ده ان شاء الله اثناء عملية عرضة فبالتالي هنا طبعا بيقوم بعملية التنظيف طبعا بقدر الامكان هنا بنحاول ان نشوف الحاجات الفنية البسيطة ده اول جزء من اجزاء التنظيف وبعد كده بيبدأ ينزل الرواصب اللي معادي ويجي هنا بحاجة زي الصاروخ كده بيقوم بعملية صنفرة للمسطح ده طبعا مع الديهانات والكلام ده يبدأ يبقى كل الاجزاء ديت ايه هتكون كأنها قطعة واحدة قليل جدا اه اللي هياخد باله ان في الحامد طبعا لو اللي بيقفل شاطر جدا هتلاقي ان اماكن الحامد نفسها بتختفي منه اثناء عمليات الايه عمليات التنظيف ايه طبعا دي الكتلة اللي قدامي هنا طبعا هو مركب علب بالشكل ده دي العلب اللي هو كان بيعملها عملها رفف ودي طبعا اللي هي شايل عليها المواسير بتاعته طبعا كانت الفكرة بتاعته في الاساس انه هيش حمل عليها المواسير فبالتالي ما كانتش مهتم بالتسويت اماكن اللحام بتاعتي اثناء عملية الايه عملية التشغيل طبعا هنا تكلمنا برضو عن اللحام طيب وهنا وبس لا ده انا كمان عندي تكنولوجيا البترول تكنولوجيا البترول من ضمن التكنولوجيات او من ضمن الصناعات الموجودة عندي في الاقسام الميكانيكية احنا عارفين طبعا البترول بيعتمد في الاساس على استخراج البترول من بطن الارض ايه علاقة استخراج البترول من بطن الارض بالاقسام الميكانيكية ده مفيش علاقة خالص ده بترول ودي ميكانيكا لأ هقولك أن أصلاً البريمة اللي بتقوم بعملية الحفرة هي ميكانيكية في الأساس القطع الغير بتاعتها برضو قسم ميكانيكا بتتشكل عنده حاجة كتيرة جداً بفي التكنولوجيا البترول موجودة عندي في قسم ميكانيكا عشان كده قسم ميكانيكا تم فتح النوع ده من التخاصصات عنده ومن التخاصصات العالية أقبال كبير جداً وطبعاً بتستبع عدد محدود من الطلبة ومجموعها برضو بيكون عالي فبالتالي هو تخصص مهم مش تخصص عادي هنشوف قسم البترول هنا طبعاً بيتكلم عن التربة أصلاً هو الأساس اللي عملية التنقيب عن البترول طبعاً بيكون البترول يتم تنقيب عنده في الأراضي السحراوية أو بيتم تنقيب عنده عنه برضو في البحر هنا طبعاً التجهيز آآ ليبير البترول لسه بيتم عملية التجهيز بتاعته طبعاً المعدات بتاعته بتكون مختلفة وكبيرة وكتيرة يعني نتكلم عنه طبعاً آآ أشكالها وأحجامها لحسب العمليات الخاصة بالحفر هنا طبعاً أنا بتكلم عن الحفر اللي آآ بير البترول هنا طبعاً بيبدأ آآ الحفر في البير هو طبعاً بيستكشف في البداية لغاية لما يتطمن ويبدأ يعمل عملية الحفر بتاعته طبعاً زي ما قلنا برضو الفنيات بتاعت الأجزاء دي هنلاقيها عندي فين؟ هنلاقيها عندي في قسم البترول نفسه دون نوع تاني من أنواع الحفرات وكده خلاص حفر البير وعرف أن هنا في بير هنا بقى عملية الاستخراج نفسها بيبدأ استخرج كميات البترول عن طريق المضخة دي وبيبدأ يضخها في مواسير نقل البترول بيسحب كميات عنده من البير ويديها للمواسير النقل مواسير النقل طبعاً بتكون بعيدة عن حقل البترول نفسه أو بير البترول نفسه فبالتالي مثلاً هنلاقي المواسير نفسها بتمتد على مسافات طويلة جداً مسافات سفر مش مسافات عادية يعني مثلاً ممكن تكون البير مثلاً في وندي مثال على المحافظات ممكن يكون مثلاً البير موجود في محافظة بورسعيد مثلاً ويبقى محطة التكرير أو مصنع التكرير بتاعي موجود عندي في السويس كمثال يعني بين المحافظات مش حاجة على الطبيعة فبالتالي هتلقى المواسير ممتدة من البير للمحافظة التانية وده بنشوفه في حاجة كتير جداً زي الخطوط الممتدة من السويس للقاهرة اللي هي خاصة بالمعامل التكرير فهتلقى هنا هو بيمد المواسير في الجبل بيحط علامات إرشادية على أماكن أو مسارات المواسير بالشكل ده طبعاً إذا كانت موجودة في بطن الأرض بيحط علامات إذا كانت موجودة على وسطح أو على سطح الأرض بالطبع برضو معروف إن ده خط بترول بيمتد الخط بميل معين طبعاً عشان منسوب السائل اللي بيمر داخل المواسير عشان خاطر طبعاً ما يتجمعش في جزء معين وقدر يوصل للطرف التاني طبعاً دي عملية هندسية بيقوم بيها المهندسين اللي هم بيعملوا آآ أو بيقوموا بتنفيذ المواسير دي على الطبيعة طبعاً له حسابات معينة وطبعاً أثناء الدراسة بيتم دراسة كل الحسابات دي عشان خاطر أوصل للموضوع ده هنا طبعاً بيتم تجميع الزيت الخاص بالبترول فيه خزانات ضخمة بتكون عبارة عن محط التجميع محط التجميع دي هو ما حصلش تكرير هو كل اللي حصل جمع الكمية اللي سحبها هو بس يعني ممكن يكون المصنع آآ أو بتاع المخزن للبترول وممكن يكون آآ خط دفع أو فيه قوة دفع تانية زي ترمباط عشان يودي أو يسحب ليه المواسير التاني طبعاً جماعة الفنيات هنا ليقدر يجاوب عنها الجماعة بتوع البترول لكن احنا بنتكلم عن صناعة موجودة عندنا في مصر وبتحت المساحة كبيرة كمان من الصناعات المعادات الهيدروليكية وطبعاً المعادات الهيدروليكية هي الأوناش وكل ما هو بيعتمد على الرفع عن طريق الهيدروليك والهيدروليك طبعاً بيشيل أحمال وكميات كبيرة وأوزان كبيرة وده طبعاً من ضمن برضو الشعب والتخاصات الميكانيكية وبيدرسوا النوع ده من المعادات هنلاحظ إن فيه معادات هيدروليكية ومعادات تقيلة معادات التقيلة في قسم المركبات ده شعبة من الشعب بتاعتها معادات التقيلة أما هنا المعادات الهيدروليكية فيه فرق بين الاتنين لكن الاتنين أحجامهم بتبدأ بتكون برضو إيه؟ حجام كبيرة وحلوة يعني متبقاش إيه؟ حاجة أو أجهزة عادية بالعكس تكون ضخمة طبعاً المعادات هيدروليكية ما هياش أو ناش لا ده هي روافع في الأساس روافع مثلاً زي المعدة بتبقى رجبة برضو على معادة تقيلة يعني مش معادة هيدروليكية بس لا ده وكمان رجبة على معادة تقيلة الغرض منها رفع أوزان مثلاً زي محطات التفريغ اللي موجودة فيه المواني معادات رفع الحويات ونقلها على الأرصفة أو رفعهم الأرصفة ونقلها على السفن ده لازم يكون فيه معادة هي اللي بترفع الكلام ده ومش واحد بنفسه أو مش هجيب وانش عادي أرفع به لا ده أنا عايز أرفع أوزان بشكل معين وكمة طبعاً يعني تتنقل من على الأرض للسفينة أو من السفينة للأرض بشكل منتظم وبشكل كويس طبعاً ده اللي احنا هنشوفه مع المعدات الهايدروليكية تعالوا كده نشوف شكل من الأشكال دي طبعاً هنا ده معادة تقيلة وفي نفس الوقت هيدروليكية الهايدروليك هو اللي بيحرك الأزرع دي في الفتح والقفل فبالتالي هنا بنتكلم بقى على هيدروليك اللي هو الخزان اللي هو قدامنا ده طبعاً بيمر فيه سائل طبعاً برضو بنتكلم عن الجزء الفني الجزء الفني اللي يقدر يتكلم فيه أسات زيتنا الزملاء اللي يكونوا هيكلموا عن الشعبة الميكانيكية وهيكلموا عن الجزء الهايدروليك ده لكن احنا نتكلم بخبراتنا بنقول إنه هو كمية من الزيت بيتم ضغطها في الخزان وبيتم دفع البستم آآ مرة طبعاً على حسب الضغط بتاعك كلها بتخرج زيت بيه الرفعة بيحصل لها حركة كلها بيتدخل الزيت الرفعة بيحصل لها حركة عكسية برضو هنا الخزان طبعاً هنا العمود الخاص بيه أو المواصيل الخاصة بنقل الزيت الأجزاء اللي بيكون منها هنا بشرح لنا الفكرة ويمكن الفكرة دي برضو درسناها أثناء الدراسة طلبة بتاعاتنا شافوا أو آآ يعني في حلقة كانت بتكلم عن الجزء ده حتى كانت مع قسم المركبات إنه برضو بيدرس نفس المادة هنا طبعاً بيتمد على ضغط السائل جوة الضغط والمواسير وطبعاً بيحصل التبادل ما بين الضغط والمواسير بشكل معين طبعاً فيه عددات هنا بتقيس الكلام ده أثناء عمليات الايه؟ عمليات التشغيل ده بالنسبة للهيدروليك الهيدروليك روافع زي ما قلنا بترفع أحمال كبيرة أو بتنقل هي مش بتنقل اللي بينقل المعدات التقيلة يعني مثلاً ممكن أقول جرار فيه عند جرارات ده قسم من أقسام المركبات المعدات التقيلة اللي هو الوينش الوينش معدات تقيلة هو بيعتمد على دروليك في شغله لكن في حركته ده أنا عايز أحرك أنا في مركباتي يعني أنا بحرك لكن في ميجاني كان أنا اللي بعمل فرق بين الاتنين الاتنين بيشتركوا مع بعض فيه عمليات التصنيع لكن واحد مسؤول عن وضع المطور اللي هي حرك الحاجات دي كلها والتاني مسؤول عن صناعة الحاجات اللي هي هيقوم بتحركها عن طريق المطور يبقى قسم جنيكة مشترك مع القسم أو أقسام كتير جداً فيه الجزئيات دي طيب اللي هيدروليك قلنا فيه ضغط زي أنا بضغط زي نظام الحقنة كده أنا بضغط على العمود بتاع الحقنة عشان أضغط عليها الأسفل لو كان عندي الإبرة بتاعته مسدودة فبالتالي كل ما هاضغط الزيت أو المادة السيلة اللي موجودة في الوحوان مش قادة تخرج هوصل لغاية مرحلة من كترة ضغطي هيبدأ أن هو إيه؟ يفرق طب لو مفرقشي في الهيدروليك بيحصل تبادل ما بين غرف نقل الزيت عشان خاطر الرفع ترفع أو تخفض تفتح أو تقفل ده الميزة الموجودة عندي فين؟ في قسم الهيدروليك تعالوا نشوف برضه أو نتكلم عن صناعة البلاستيك طب إيه علاقة البلاستيك؟ بالميكانيكا البلاستيك من ضمن الصناعات الفريدة الموجودة عندي في قسم أو تخصص ميكانيكا وموجودة في بعض المدارس مش في كل مدارسنا صناعة البلاستيك بتعتمد على بعض الأجهزة زي ما احنا شايفين هنا طبعا تصنيع البلاستيك هنا طبعا اللوح اللي هو بمقصوص ده مأفروض أنه فيه تم قص أجزاء منه هنلاحظ أنه هنا بيصنع كوبايات البلاستيك الدائرة اللي قطعها دلوقتي دي هي عبارة عن في النهاية تفيرت كيس أو كوباية بلاستيك صغيرة هنا فيه استنباط أسفل مكان القص هنا بيقص الجزء المطلوب وبيضغطه بشكل معين فبالتالي بيتظهر الكوباية دي في النهاية بالشكل ده هنا طبعا كل اللي بتقص ده بتجمع تاني عشان يخش على مراحلة تاني هنا طبعا المكبس وهنا طبعا شغال بالهايدروليكوازي وحنا شايفين طبعا بيسخن وبيضغط في نفس الوقت مش بيضغط بس إنه لو ضغط بس مفيش حاجة تتفيرت ده فيه تسخين وفيه ايه فيه ضغط فيه قص وضغط وتسخين مع بعض كله مع بعض فبالتالي بيزهر الكوب بالشكل المطلوب ده تصنيع كوباية البلاستيك طبعا بقت صناعة دلوقتي ومنتشرة اليومين دول كوباية البلاستيك أو الكوباية الورق بسبب اللي موجود عندنا في السوق دلوقتي موضوع آآ فيروس كورونا فبالتالي الصناعة دي بقت من الصناعات اللي عليها قبال دلوقتي عمليات البيع والشرة فيها بقت كبيرة بسبب الإجراءات الاحترازية فبالتالي هنلاحظ إنه عندي منها نوع بلاستيك ومنها نوع ورق اللي غلبية بتكون بلاستيك طبعا في السوق إنا طبعا بيكمع الكميات كوباية طبعا بيتتعدل على السير ده وتكون جاهزة إنها تدخل لعمليات الرس بتروح لعمليات الرس كده وبتتجمع وبتبدأ تدخل على التجميع بتاعها هي طبعا المسافات الفاضية ما بين السير وبعضها دي بتحاول تعدل الكوبايات عشان تكون جاهزة للتجميع والتقفيل بيجمع السير طبعا الكوبايات أو المنتج أيا كان نوعه بقى وبيرصه بشكل معين بقى أنا هنا برضو بعد عملية تصنيع فيه عملية تجهيز وعملية تغليف وعملية تانية خالص مش معنى إنه هو قسم ميكانيكا إنه مش هيغلف شغله بالعكس أو قسم ميكانيكا آه بيعتمد على صناعة المعادن هو تحته صناعات كتير جدا بس المهم منتج النهائي بتاعه يكون شكله مميز وملفوف بطريقة كويسة عشان خاطر إنه يقدر إيه يقدر يسوقه المهم عندي إن بعد الإنتاج أقدر إن أنا أسوق مش أنتج وأحط عندي في المغزن بس في بعض الأحيان بنلقى فيه مخازن مليانة بالمعدات مليانة بالمواد الخاملة تم تصنعها دي خسارة كبيرة جدا على المصنع إن هي تكون مركونة عندي في المغزن بالشكل المطلوب إحنا محتاجين إن كل الكلام ده وتنخرجه ونشغله طبعا بالشكل المطلوب عشان خاطر يكون عندي إنتاج بعد كده هنطلع على شعبة من الشعب المشابهة للشعب الميكانيكي وهي شعبة المركبات ودي برضه من الشعب المحببة آه للجميع بسبب إن هي بديتعامل مع السيارات الشعبة دي بتنقسم لمجموعة من التخصصات وهي السيارات والجرارات والآلات الزراعية والمعدات التقيلة ده التأسيم بتاعها في المزدوج فيه عندي فني إصلاح سيارات وفني سمكرة ودوكو ده من نسبة لتعليم المزدوج شعبة المركبات خمس سنين هيكون فيها سيارات جرارات وآلات زراعية ومعدات تقيلة ده فيها كل النوعيات مع عدل مهني احنا زي احنا شايفين كده تخصصات كلها اتقالت لكن مفيش مهني تعالوا نشوف خط إنتاج السيارات طبعا في خط إنتاج السيارات هو هنا مش بيعتمد على ان هو بيجيب العربية ويجمع المعدن بتاعها بس ده فيه اكتر من حد او اكتر من صناعة بتدخل فيها زي اللحام اللحام تابع الميكانيكا لكنه بيصنع بيسيارة فقسم سيارات مش مسؤول عن تصنيع الهيكل كقسم لا ده مسؤول عن المطور مسؤول عن اجزاء التحريك اللي هي اللي بنسميها احنا العفشة عندنا مسؤول عن حاجات كتير جدا في العربية غير الهيكل الخارج العربية لكن الخارج العربية قسم المعادن يعمله قسم الميكانيكا ممكن يعمل بعض الاجزاء منه اما المطور لازم بيتصنع ميكانيكيا لكنه بيتجمع وبيتشاف او بيتكشف عليه عندي فيه القسم بتاعي اللي ايا كان القسم بتاعي ميكانيكا او مركبة هنا الهيكل الخارجي بيتجمع ما زال بيتجمع لغاية دلوقتي ما فيش اي حاجة خاصة بيه المطور ظهرت ولا اجزاء التحريك قالص بس هنا طبعا المصنع الى فبالتالي الجزء الى الى ده بيبدأ ان هو يركب الاجزاء بتاعته على اه اللي هي المفروض فيها الابواب في الجناب الخاصة بيه السيارة وهنا بدأ يظهر الهيكل بتاع العربية هنا طبعا عمليات الكشف عن السويل في جرار الزراعي وده تقصص التاني عندي في الصناعات الزراعية هنا طبعا المعدات التقيلة هنا طبعا اشكال وانواع كتير جدا من المعدات التقيلة واستخداماتها كتيرة وكبيرة جدا بعضها طبعا كله بيعتمد على النظام السحب وفيه منها دلوقتي بيعتمد على الهايدروليك فبالتالي هم برضه في قسم السيارات بيدرسوا الهايدروليك زي ما احنا شايفين المعدة حجمها كبير ووزنها اكيد تقيل لان عدد الكويتش اللي مراكب عليها او الاطارات الموجودة عليها عددها كبير جدا ده طبعا الاطارات اللي ظهرة من الخارج لكن من الداخل هيكون فيه مجموعة من الاطارات بتساعد معها يعني ما بقاش فيه عجلة او عجلتين جميع بعض بيكونوا اكتر من عجلتين ركبين جميع بعض عشان يقدر ان هو ايه المعدة دي تقدر تتحرك على النوع ده من الاطارات لاني اطارات كويتش ضغط تهوى طبعا بيبقى الدنيا صعب جدا الحركة على الكم ده من الاطارات فبالتالي نخلي بالنا من الاوزان وكلام نشوف الكلام ده دلوقتي في التصنيع الكبير دلوقتي يعني الكبير الموجودة عندنا دلوقتي الشريعة كتيرة جدا بنلاحظ ان عندي المعدة اللي شايلة القطعة من الكبير شريحة من الكبير القطعة دي شريحة طويلة جدا محتاجة عربية معينة عشان تشيلها مش هتشيلها اي عربية لازم تشيلها معدة من المعدات التقيلة دي طبعا عارفين لها عفشة خاصة لها نظام فيه تركيب العجل فيه نظام كمان فيه تحميل الكتلة دي سواء كانت كتلة اسمنتية او كتلة معدنية ازاي هتركب على العربية دي ازاي هتسافر مثلا من مكان تصنيعها ولياكم من الاسماعيلية وتنزل على مكان تركبها على الكبري في القاهرة ايا كان في بعض الناس تفرجت الحاجات دي على الطبيعة وشايفت المعدات وهي بتنقل الاجزاء دي من على العربية وترفعها عندي على الكبري كانت اشكال كتيرة جدا في عمليات التركيب وكانت طبعا حصل طفرة طبعا بالنظام التركيبات المعدنية او الخرصانية في تصنيع الكبالي كان زي ما طبعا عشان يتعامل الكبري لازم بتتقفل الدنيا حواليه وبيتعامل الاعمدة وبيتعامل ارضية الكبري نفسها كان بياخد وقت كبير جدا دلوقتي انت ممكن بتتفاجئ ان الاعمدة بدأت تتعامل او تحفر عشان عمل كبري في المكان ده ويكون كبري معلق او بيشتغل بنظام الخرصانة الجاهزة او النظام الكتل المعدنية انت بس ممكن يعدي اربع او خمس شهور او لو الحجم الكبري معقول شوية وببصي تلاقي ان بقى فيه كبري في المكان بيحل ازمة في الطريق وفي نفس الوقت الطريق التصنيعه كانت بسيطة وسهلة وسريعة ما خدش وقت ما خدش اي مجهود طبعا الكل ده بيتعمل عشان خاطر ينمي الجزئ دي الجزئية دي من الصناعة بتاعتي وفي نفس الوقت طبعا بيديني شكل من الاشكال الكويسة في الصناعة النهاردة كلمنا عن الصناعات الميكانيكية وكلمنا بواجه بسيط عن المركبات هي كلها صناعات بتتجمع مع بعضها عشان تديني تخصصات طالبها السوق العمل بالتالي طبعا بينمي الصناعات دي طبعا كل ما كانت قدرتك على الاستيعاب المهارات ديت واجتسبها والشغل ان شاء الله بعد تخرج في السوق ده بيساعدك على تنمية نفسك وفي النهاية احنا بننمي بلدنا مع بعض طبعا في نهاية حلقتنا احنا بنتمنى لكم التوفيق بنشكرك على حسن المتابعة والى اللقاء